عدنا لحضراتكم في عندنا نشاط ملحوظ في موضوع وزارة الزراعة وعرض السلع للمواطنين بأساليب عدة وبتقلل شوية من الضغط الموجود بالنسبة للأسعار السلع لازم تيجي للمواطن بسعر مخفض لازم تيجي للمواطن بسعر كويس في هذا الإطار فأنا شايف أنه جهد وزارة الزراعة وإحنا تكلمنا في هذا الأمر قبل كده قلنا جهد وزارة الزراعة لابد أنه يشارق لي في عندنا مبادرة خير مزارعنا الأهلين ودي منافس وزارة الزراعة بتحارب ارتفاع الأسعار افتتاح معرض دائم للسلع الغذائية طوال شهر رمضان في المطحف الزراعي اللي هو في الدقي تخفيضات تصل الاربعين في المية على بعض السلع وتوفير اللحوم والدواجن والبط بأعلى جوزة بأسعار تنافسي وفيه زي ما أردت حضركم بقى فيه معرض دائم وفيه منافس وزارة الزراعة بتصل لـ 300 منفذ وهو الآخر 32 منفذ يعني فيه جهود شغالة في هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر